أولاً الشعب اللبناني برمته بأغلبياته الصحقة، أغلبياته التي لا تريد الحرب قالت شكراً لرئيس الحكومة حكومة صف الأعمال ناجيب ميخاتي الذي استدعى القائم بالأعمال طالباً من وزير الخارجية عبدالله بحبيب استدعاء القائم بالأعمال لرفض هذا التدخل السافر من قبل الإيرانيين بالشؤون اللبنانية هذا من ناحية الشكل أما من ناحية المضمون فهذا القرار وهذا قرار الاستدعاء وموقف ميخاتي وموقف مشرف ويعني جيداً بأن وزر سلاح حزب الله سقط عن كاهل الرئيس ميخاتي وبات باستطاعة الحكومة اللبنانية التحرر من تخضفها من سلاح حزب الله الذي استعمر لبنان واستملك القرار السياسي لثلاثين سنة حتى الآن مقرب من قليباف في رده على سؤال حول هذا التطور قال إن ما تم استنتاجه من رئيس مجلس الشورى الإيراني لم يفهم بشكل الصحيح وأن موقفه واضح من خلال زيارته إلى لبنان ودعم قرارات الدولة اللبنانية هذا التبرير هل يكفي؟ أولاً هذا التبرير مرفوض وأنت تتكلم مع صحيفة غير معروفة وغير محترمة بالعكس هناك صحيفة لها مصداقية عالية على مستوى العالم هذا أولاً ولم يصدر النفي من قبل الصحيفة صدر النفي من قبل مقرب منه وهذا الأمر مرفوض ثانياً عندما أتى إلى لبنان لم يقل بأنه مع الخرارات الدولية قال كما قال وزير الخارجية سابقاً بأن لبنان سيبقى مقاوماً وستبقى إيران تدعم المقاومة وسيبقى هناك ربط للمسارين بين لبنان وغزة قالها من لبنان واستنكرنا لكنه قال من عين التيني نواب اللبناني هو تحت سلطة وتحت أمرت إيران وتحت تمويل إيران وتحت دعم إيران لذلك لم يتم التعاطي معه على أي موقف حاد من قبل الحكومة اللبنانية أما أن يقولها بهذه الوقاحة أولاً على إيران دور كبير من 1701 ليس عليها أن تخوض مفاوضات عن لبنان ولكن عليها أن توقف الأسلحة إلى حزب الله حزب الله عليه أن ينسح من جنوب الليطاني وعليه أن يوضب أسلحته الثقيلة وغير الثقيلة وكل هذه الأسلحة تأتي من إيران 1701 في أربع فقرات ذكرى 1559 وهو نزع سلاح حزب الله ولكن 1701 يشدد تشديداً كبيراً على منع شراء وتخزين الأسلحة ولبنان حزب الله في لبنان يشتري الأسلحة من إيران ويخزنها من إيران ولا يشتري بالمال ويشتريها بالهبة من إيران ومقابل هذه الهبة ينفي سياسة إيران في المنطقة من هذا المنطلق نقول لرئيس مجلس الشورى الإيراني نتمنى عليك أن تتدخل لتنفيذ 1701 ولكن من خلال عدم إرسال الأسلحة للبنان وليس من خلال أن تفاوض أو أن تقوم بمفاوضات مع فرنسا بإسم لبنان وكذلك الفرنسيين فيلزموا حدودهم ويحلوا مشاكلهم الداخلية فرنسا قد تصبح يا محلى لبنانياً عليهم أن ينتبهوا أكثر إلى وضعهم نحن في لبنان نكون بخير عندما لا يتدخل بأمورنا لا الفرنسي ولا الإيراني ولا أي دولة أخرى في العالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة